اشتركوا في القناة على القناة على التعليقات كمان ما لاحظتوا اشي يعني ما شفتوا اشي في الحلقتين الماضيات انه في ناس انقرصوا هيك وما عجبهمش الوضع فاجوا وسمعوا وحطوا ديسلايك انه كثروا تبعين الديسلايك عشان الحلقتين هذولا فيهن شرحي كثير وبفيدكوا كثير فيهن ففي ناس هيك يعني هيك انا بنبسط لما هيك بحس انه فيه ناس يعني اتفاعلت على الدسلايك اكثر من اللايك هيك بنتعش من جوا يعني بعرف انهما دولا موجودين بسمعوا على الله يتعلموا على الله يستفيدوا بس مش مشكلة الدسلايك بس انه صاروا بني قدمين يكتبوا او يحكوا شغلات يعني ايه علاقة بالعلم الله يسعدكم طيب عنا فيه ثلاث اسئلة قبل ما نبلش الحلقة بدنا نجاوب عليهم اول سؤال اللي هو الاستاذ ابراهيم حزبون ليش توقعاته دايما تيجي متأخري عني يوم اول اشي الاستاذ ابراهيم حزبون ما الوش قناة على اليوتيوب يا جماعة الخير ابراهيم حزبون ما الو قناة على اليوتيوب ولا بنزل اشي على اليوتيوب ولا الو علاقة باللي بنزل على اليوتيوب الو هي على الفيسبوك الو صفحة واحدة بنزل عليها اخبار فلكية وبس اما هذا اللي بنزل على اليوتيوب هذا انا احكي لكم قصته يلا احنا اليوم شغلين انه فترة نايمين وهيك وما بنعملش ولا ايش ورمضان ومنتو عارفين وحرام الواحد يعني بده يقعد مؤدف يعني خالص ننزك صيامنا هذا يا جماعة الخير ابراهيم حزبون بيطلع الصبح بدري يعني تقريبا على الساعة سبعة سبعة ونص صباحا على قناة مونتي كارلو العربي اللي من فرنسا اتصال هاتفي بيحكي هو من بيت لحم هناك فبيحكي التوقعات كل يوم الصبح ماشي اتفقنا فطبعا في بعض ناس بيكونوا نايمين لسه فتيجي هاي التوقعات تاعته امتى بتنزل بتنزل تبعين السوشيال ميديا او تبعين المسكين الموقع تبع مونتي كارلو وموجود اكتب مونتي كارلو بتلاقي فيه اللهم أبليكيشن بنزل على التليفون وإلهم موقع بتدخل عليه على التوقعات الأبراج بتشغل انت طبعا توقعاته امتى بتنزل بتنزل الظهر بتنزل بعد الظهر بتنزل يعني بالوقت هذا هيك بنزلوا التوقعات اللي حكاها الصبح فطبعا اللي بصحى من النوم بسمع التوقعات فبروح ايش بعمل بسجلها لأنها موجودة على الموقع ما هي بتنحكى صوت فهو بروح بسجلها فما بقدر ينزل لك ايها المغرب ما بين بدو يسجلها ويمنتجها ويخفي الأغاني والموسيقى على عشان الحقوق الطبع هاي فما يعني بدها تصير المغرب ما بدي نزل لك المغرب بتوقعات اليوم ما بقدر ينزل لك اليوم فبي نزل لك ايها ثاني يوم بيقول لك توقعات اليوم ابراهيم حزبون فأنتو بتروحوا بتسمعوا بتشوفوا انه ابراهيم حزبون متأخر عني يوم ابراهيم حزبون رجل دقيق جدا حساباته نفس الجداول اللي انا بيشتغل عليها نفس الحسابات اللي انا بيشتغل عليها نفس اللي بيشتغل عليها ابراهيم حزبون بالثاني وبالدقيقة وبالزاوية وبكل اشي وصلتكم المعلومة هاي هي قصة ابراهيم حزبون مش ابراهيم حزبون متأخر عني لا ابراهيم حزبون بنزل توقعاته صحيح بس اللي بسرق التوقعات وبنزلها للناس عشان يسمعوها عشان هو يكسب مصاري طبعا ابراهيم حزبون ما لهش علاقة في الموضوع نهايان فالحرامي قصد اللي اخذها المسكين هذا اللي استلفها لانه بده بده لايكات وبده يعني اللي بده اياه بنزللكوا اياها متأخر يوم بس هذا هو الموضوع السؤال الثاني اللي هو احداث النصف الثاني من السنة في فلكيين يعني سؤال اجانا على الصفحة انه في فلكيين مسويين رعب انه بده يصير كوارث في النصف الثاني من العام هي الكوارث صارت يعني احنا لغاية نصف ستة واحنا عايشين في جحيم الكورونا واحداث الكورونا واقتصاد الكورونا وما تدخل من ضمن الكورونا والقرارات اللي تتخذت من تحت الطاولة في كورونا والعم اللي لبسونا اياها في كورونا وكل الموضوع هذا لغاية خمسة عش ستة هسا الحدث الوحيد اللي رح يصير طبعا مش بالصورة اللي هم بيهولوا هو فيه احداث ماشي بس مش بالاحداث بالصورة اللي هم بيصوروها يعني فيه اعتداءات فيه فيه ممكن غزو غزوي هيك بسموها فيه مشاحنات فيه يعني بتحتد طبق بتقرع طبول الحرب في الفترة هاي بسبب واحد جدا بسيط جدا انه المريخ يوم ثمانية وعشرين ستة بده ينتقل على الحمل اللي هو برجه فانتقاله هاد بده يرفع الحدية لانه بده يسوي زوايا تربيع مع الكواكب كلها هاي اللي موجودة في الجديد فبما انه بده يسوي الزوايا معناته بدي يجي فيه اشياء لها علاقة يعني شوي حادة بالاتجاه العنف والتفجيرات والدم والشغلات هاي وسط كل الفكرة فهو الفترة اللي بده يدخل فيها هاي ثمانية وعشرين ستة طبعا هو بده يدخل تأثيراتها هاي قبلها بأسبوع بدها تبلش فبدها تستمر وجوده في الحمل طبعا أنا ذاكرها في توقعات السنة وجوده في الحمل هاي السنة تحديدا بده يقعد من ثمانية وعشرين ستة لغاية نهاية العام وهو موجود في الحمل الفترة الحادة جدا واللي هي الفترة اللي رح يكون فيها الخطر أكثر اللي إحنا حكينا أنه أصعب فترة رح تمر وفيها حدية عالية لأمور إلها علاقة بالحروب يعني اللي هي من عشرة تسعة لا أربعة عشر احد عشر السبب إيش؟ أنه رح يتراجع في نفس الحمل فهو سلبي بوجوده وطبيعته وبده يتراجع يعني بده يزيد سلبية في نفس البرجهات وبده يعمل الزوايا مع الأبراج الموجودة في الجدي وصلت المعلومة لكن مش حرب عالمية ثالثة مش هجوم دول عظمى وانهيار مش عارف إيش لا هذه إحنا بنسميها غزوات ليش؟ لأنه هذا المريخ يعني تيجي بتحكي أنت عن حروب يعني لما بتحكي كوكبين كبار زي أورانوس مثلا مع بلوتو بيجيب لك زي الربيع العربي مثلا بلوتو لما بيعمل مع زحل زاوية التربيع مش اقتران زاوية التربيع في هاي اللحظة بتقول آه في حرب عالمية ثالثة بدها تصير ثانية زي اللي صارت ثانية والأولى بسبب هاي الزاوية فكل زاوية لها معنى هاي بتدل على غزوات مناوشات حدي قروع تقرع طبول الحرب تهديدات بالهجوم وماهجوم وشغلات زي هيك وممكن يصير اعتداء والمرجح انه بلشت صيغة الاعتداء تتوضح يعني صيغة الاعتداء او تهتدات بالاعتداء صارت تتوضح انه اسرائيل مع السلطة الفلسطينية في تهديدات لاجتياح وشغلات زي هيك فممكن يكون هذا الامر ممكن الامر يكون على المناطق الحادة يعني المناطق الحامية ما حدا بيجي بقول لك وين وليش وكيف ماشي اي واحد طيب الان في عنا اللي هو السؤال المهم اللي اجه عليه طبعا شفت كم تعليقات عليه اللي هو بالنسبة للخسوف في عنا خسوف احنا الخسوف هذا راح يصير في القوس بسبب وجود القمر في القوس يعني بدأت تصير زاوية المقابلة لانه اساسا القسوف ما بصير الا اذا صارت زاوية مقابلة والكسوف ما بصير الا اذا صارت زاوية اقتران الى القمر والشمس مع بعض فزاوية المقابلة هاي الشمس موجودة في الجوزة والقمر موجود في القوس بكون مقابل بعض فالتأثيرات بتصير على البرجين اكثر اشي يعني على القوس وبتصير على الجوزاء بسبب ان الورجين الاساسيات موجودات في هاي النقطة وصلت خسوف قمر مش كسوف شمس عشان هدول اللي بطلعوا بقوله الكسوف اللي رح يصير في يوم خمسة ستة هذا اسمه خسوف مش كسوف زاوية تقابل هيا جماعة الخير وصلتكم لها علاقة في الابراج كلها كل برج رح يوخذ فهذا بيت الشراكة تاع الجوزاء فبضعف الطاقة عنده وبيأثر على الازواج اكثر اشيهم هدول اللي رح يتأثروا كل برج رح يتأثر على حسب البيت تبعه ولكن هاي منذكرها احنا في فترة الخسوف ماشي الان في كسوف رح يصير عشان يسرقوها مظبوط هسا ويعملوا حلقة قبل ما عشان انه يصبقوا بس انا بدي احكي لكم الكسوف رح يكون يوم واحد وعشرين ستة يوم واحد وعشرين ستة بيكون لفت دورة القمر ويوم واحد وعشرين ستة بيكون دخلة الشمس على اول درجة في السرطان فبصير القمر والشمس موجودات في السرطان في اول درجات لالها بشكل الهو الكسوف الحلقي في حلقة انا مسجلها هي اول حلقة يمكن او ثاني حلقة انا رفعتها بعد انقطاع اليوتيوب موجودة اسمها الخسوف والكسوف فبشرحها هو نفس الكسوف الحلق اللي انا شرحت عنه المرة الماضية هو نفس الكسوف اللي بدي يصير اه ورح ني في يومها ان شاء الله رح نشرحها لا دمار ولا حرب ولا مش عارف ايش ولا هذا هذا الكسوف والخسوف هم اساسا امرين سلبيات بتصير فيهم احداث احداثهم ممكن تكون ثلاث ايام ممكن تكون قبل باسبوع ممكن تمتد لاكتمال القمر على حسب الزاوية والدرجة ما رح نشرحها هسا طبعا ولكن في وقتها رح نشرحها ان شاء الله تعالى وصلت المعلومة طيب احنا عشان نتفق اتفاق مع بعض عشان ما احنا ما ناخدش ثلاث اسئلة ثلاث اسئلة كل يوم ونطول الحلقة والمدة هاي وكل اشي اه تسأله سؤال يعني اي شخص عنده سؤال يسأله في التعليقات تحت اي سؤال بشوف عليه كم تعليقات اكثر يعني تعليقات او لايكات او اه ان شاء الله بتحطه نقطة ان شاء الله يعني احس انه هذا السؤال مهم يعني في ناس مهتمة فيه اكثر سؤال او اذا كانت كم كثير يعني او اثنين مثلا ممكن اني انا اجاوب عليهم في الحلقة اللي بتكون تلي الحلقة اللي انتو حطيتوا فيها تعليقات ان شاء الله تعالى طبعا نروح لتوقعات اليوم توقعاتنا ليوم السبت ثلاثين خمسة القمر الآن استقر بالعذراء في منزلة العواء رح يكون اغلب اليوم وهي المنزلة ممتازة للربح والحرية والزراء بلش يشكل زوايا قوية خلال هذا اليوم بلكن القمر حكينا لما بكون موجود في العذراء منعود لطبيعتنا الجادة ومننتبه اكثر لصحتنا بموارس التمرين الرياضية او البداية بحمية مثلا رجيم او تخفيف وزن او اشياء زي هيك بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك واردي او شاردي دون تفاحصها منجد انه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دور هام منشعر انه الناس شحيحون في عطائهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد انفسنا او نتوهم امراض ما الها وجود هذه افضل فترة للتخلص من عداد سيئة تدخين شرب كحول ادوية مثلا ضارة بوسعنا اقتناء حيوان اليف مطالعة كتاب مفيد اللي ابتداء بوظيفة او عمل جديد اما بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل خلال هذا اليوم فعندنا اول اشي هم اللي رح نذكرهم ثلاث زوايا زاوية ايجابية وزاويتين سلبيات الزاوية الاولى اللي رح تكون هي زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين القمر وارانوس رح تكون الساعة 2 و14 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع تجاه البعض كذلك اما بالنسبة للزاويتين اللي ضلوا هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر والشمس انه القمر الان بد يصير ربع يعني نصف البدر فيه تمام الساعة ثلاثة وتسعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش هاي الزاوية لانها سلبية بتخلق يعني بخلق هذا الاتصال لدينا حالي من عدم الاستقرار بتتمثل بصراع بين المشاعر والافكار مما ينعكس سلبا على علاقتنا مع الاخرين اما بالنسبة للزاوية الاخيرة اللي رح تتشكل خلال هذا اليوم اللي هي زاوية التقابل سلبية بين القمر والمريخ رح تكون فيه تمام الساعة سبعة واربعة وثلاثين دقيقة صباحا تخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر من اي مسعى او في اي مسعى منقوم فيه يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بكون محبط عاطفيا ممكن انه يثور ثورة عارمة من الغضب ويعمل مشاكل مع اللي حواليه طبعا مش هم هدولا ثلاث زوايا خلال اليوم لا هو فيه كمان زاويتين ولكن هدولا الزاويتين اللي يضلوا اللي هو واحدة تربيع بين القمر والزهرة والثاني برضو تقابل بين القمر ونبتون هدولا بيجوا بعد حلقة الغد يعني حلقة الغد رح نذكرهم ان شاء الله وحكينا انه القمر بما انه موجود في العدراء معناه تخلو المسار القادم رح يكون يوم واحد وثلاثين خمسة رح يكون فيه تمام الساعة تسعة وست عشر دقيقة ظهرا بيستمر حتى تمام الساعة ثنتين وسبعة وثلاثين دقيقة بعد العصر لا ينتقل بعدها القمر للميزان اما بالنسبة لعمر القمر القمر الان المربع عمره ثمانة ايام في تمام الساعة تسعة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بيصير عمره تسعة ايام نسبة الإضاءة خمسين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم وتواجدها وتحركها في الفترة القادمة الشمس في الجوزاء حتى يوم عشرين ستة مزاجه منتحس القمر في العذراء حتى يوم واحد ثلاثين خمسة مزاجه سعيد عطارد في السرطان استقر حتى يوم ثمنتاش ستة بعدما يبدأ عملية التراجع لحد الان مزاجه سعيد الزهرة في الجوزاء بيتراجع حتى يوم خمسة وعشرين ستة مزاجه منتحس المريخ في الحوت حتى يوم ثمانية وعشرين ستة مزاجه سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم اتناش تسعة مزاجه منتحس زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم واحد سبعة بعدما يرجع للجدي مزاجه منتحس أورانوس في الثور حتى يوم خمسة عشر ثمانية بعدما يبدأ عملية التراجع في نفس برج الثور مزاجه سعيد نيبتون في الحوت حتى يوم ثلاثة وعشرين ستة بعدما يبدأ التراجع في نفس برج الحوت مزاجه سعيد بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم اربع عشر مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بيتراكم في العمل أكثر من المعتاد ممكن تجدوا صعوبة في إنجاز الكثير منه انتبهوا بشكل جيد لصحتكم حاول إيجاد الحلول وعالج المسائل الطارئة أو للتوصل لاتفاق معين ما بينكم بين أشخاص بكم ما بينكم بينهم خلاف ابحث عن حليف أو دعم اتجنب الإساءة إلى الأصدقاء وشركائك حاذر من التراجع الصحي طبعا بالنسبة للبيت الأول هذا البيت السادس اللي احنا ذكرناه بالنسبة للبيت الأول تقريبا الجو روتيني فعلى طبيعتك اليوم بتكون بدون لا إيجابية ولا سلبية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا على المستوى المالي في منكو رح يحقق بعض المكاسب المالية اللي بتيجي يا من عمل إضافي يا استرداد مالي يا نوع من أنواع الدعم لإلكم ولكن بتكثر المصاريف أو الرغبة في صرف النقود خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد برضو لا أمور إليها علاقة بالتنقلات بالاتصالات بتكونوا على طبيعتكم في اتصالاتكم وحواراتكم نقاشاتكم تعاملكم مع إخوتكم أو مع جيرانكم يعني بتكون على طبيعتك الشيء السلبي أنه الزوايا اللي بدا تصيرها بتعمل نوع من أنواع الحدية وبرضو تواجد القمر في بيتك السادس ممكن شوي يسبب لك بعض المشاكل أو الارتباك أو تكون عصب المزاج خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت تقريبا الأجواء إيجابية ممكن اليوم يصير فيه نوع من أنواع الاتفاق أو الاهتمام بمسألة إلها علاقة بالبيت إما كذيكور أو تغيير شيء في البيت أو اهتمامات بصيانة بترتيبات بأفراد العيلة جمعة أشياء من هذا القبيل تقريبا الأجواء كلها بتكون إيجابية أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي شوي الأجواء يعني فيها ضغط فعشان هيك أكثر المتضررين اليوم اللي بكون عندهم فشل عاطفي هذولا أكثر ناس رح يحسوا بالضغط الكثير وممكن أنهم يسببوا مشاكل بردات فعل سلبية زي ما حكينا من تأثيرات الزوايا ولكن بالعموم العواطف بتكون جياشة عندكم وفي منكم ممكن يحزن لأدفه الأسباب أو تدمع عينه حتى لو على دعاية نيدو منذكرينها تعدى نيدو كبروا لصغار يعني عادي ممكن تعيط على أي شغلة أما بالنسبة للبيت السادس فهو كما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع بيت الشراك المالي والعاطفي الأجواء الروتينية ما فيها أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بتتعاملوا على طبيعتكم أما بالنسبة للبيت الثامن فهو بفتح لك بعض المجالات أو الأفكار المالية أو اهتمام بحسابات بأمور حسابية بدفعات بالتزامات أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت التاسع فهو بعزز اتصالاتك من بعيد وممكن أن يكون لك اتصالات كثيرة مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بالمراسلات أو حتى باتصالات اهتمام بامتحانات جامعية برضو بالفترة هاي بكون قوي أو تعلم لغة أو نقاشات سياسية دينية أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت العاشر فعبيت السمعة قوي جدا إيجابي بيدعمك فعبيعزز مكانتك بالعمل وممكن أنه تنجز بعض العمال الضرورية خلال هذا اليوم حاول أنك ما تخليها تتراكم عليك لأنه برضو القمر موجود في البيت السادس وحاول أنك تخلي علاقتك بزملائك ومسؤولينك جيدة اليوم ممكن تحقق إنجاز رائع وممكن برضو الأشخاص اللي حابين يقدموا لطلب وظيفة مثلا اليوم يستغلوا جيد أما بالنسبة للبيت الـ 11 فالأجواء تقريبا على مستوى بيت الأصدقاء جيدة فهذا يعطيك دفعة إما لإستشارة الأصدقاء أو للتواصل معهم أو لإجتماع أو لمة أو ممكن دعوة لحضور حفلة مناسبة أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة لبيتك 12 بيت المتاعب فهو ضاغط شويف عشان هيك منقول لك إنجز العمال الضرورية ما تخليها تتراكم عليك وفي نفس اللحظة بدك تهتم بوضعك الصحي وبغذاءك وبراحتك برج الثور بتظل الرغبة قوية في التقرب من أحبائكم وإيجاد قاسم مشترك بجمعكم فيهم بحيطك الفلك بحيوية وحماسة لمتابعة المساعي وللتواصل مع المحيط ممكن يكون يعني هذا اليوم من أفضل أيام الشهر وأوفرها حفظا يعني من الفترة الماضية ممكن تشعر بالطمأنينة والراحة خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء إيجابية وبتدعمك بقوة خلال هذا اليوم نفسيتك أحسن مشحون بطاقة إيجابية يعني بيصير في عندك حيوية ورغبة للانطلاقة اليوم ونجاز كثير من المهام أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها جيدة ممكن تحصل بعض المكاسب المالية ولكن بالمقابل المكاسب هاي بتيجي من عمل إضافي أو بتيجي هبات أو مساعدات أو رواتب مثلا ولكن اللي بيغلب عليه كل يوم اللي هي زيادة المصاريف أو الدفعات أو المشتريات أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء برضو جيدة بتشحنك بطاقة إيجابية للتواصل والاتصالات والحركة والزيارات وأمور إلها علاقة بالتنقلات أو الاهتمام بكمبيوتر بتليفون بأشياء من هذا القبيل كلها هاي أجواء إيجابية بالنسبة للامتحانات خصوصا امتحانات المدارس برضو بتكون الأجواء جيدة لا إلهم ولكن يعني نصيحتين ما يعتمدوا كثير على الحظ يدرسوا ويستعدوا بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى بيت البيت يعني شوي في بعض اللبكة أو بعض الارتباك أو بعض الضغوطات أو ممكن أعطال أو اهتمامات منزلية زيادة أو اهتمامات بالعائلة بتكون كثيرة خلال هذا اليوم ممكن شوي يصير فيه نوع من أنواع التعاطف ما بينك وما بين أحد أفراد العائلة خلال هذا اليوم وممكن تعصب شوي بسيكي على أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء زي ما ذكرناها في بداية التوقعات ولكن احذر في ساعات العصر من سوء تفاهم ما بينك وبين الحبيب ما تسمح لهذه الأمور أنها تصير أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء يعني تقريبا جيدة على مستوى بيت العمل ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال ما تقدر تنجز كل شيء خلال هذا اليوم وممكن يعني أشياء لها علاقة بالصحة مش سلبية يعني ممكن إيجابيات أو اهتمامات إيجابية منك لصحتك وفي منكو ينتبه أثناء أخذ الدواء أو العلاجات اللي ما يقربطش وينتبه لموضوع آآ القولون هذا أهم إشي أما بالنسبة للبيت السابع فهو روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي آآ ممكن يعني آآ يصير هيكي ملح الحياة يعني مشاحنة بسيطة هيكي في ساعات العصر ما بينك وبين الزوج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء آآ على المستوى المالي يعني تقريبا فيها نوع من أنواع القوة أو الأفكار المالية أو الاهتمامات بدفعات بمصاريف أشياء من هذا القبيل يعني أجواء برضو بتساعدك شوي أما بالنسبة للبيت التاسع برضو قوي في الاتصالات ممكن تزيد عندك اتصالاتك اليوم أو تواصلك مع أشخاص خارج البلاد أو تنقلات على الشوارع المفتوحة آآ ممكن تهتم بدراسة، بلغة، بفلسفة، بأشياء من هذا القبيل وفي منكو رح يهتم بمسائل قانونية أما بالنسبة للبيت العاشر برضو جيد على مستوى السمعة وبدعمك بقوة وممكن يعمل تقارب ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل أو إنجاز بعض الأعمال اللي كان صعب إنك تنجزها بالفترة الماضية أما بالنسبة لبيتك 11 برضو بيدعمك بقوة وممكن برضو تحقق بعض المكاسب خلال هذا اليوم إما بلقاء أصدقاء أو دعوة أو حفلة أو اجتماع أو استشارة صديق أو تفقد صديق أو صديق يتفقدك خلال هذا اليوم والجو رح يكون إيجابي أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو ضاغط يعني بمعنى آخر الحلو ما بكمل يعني لازم أنه يكون فيه أشياء سلبية وإيجابية فبيت المتاعب بضغطك شوي يعني زي ما حكينا ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال خلال هذا اليوم فمنقول لك إنجز الأعمال الضرورية حاول أنك تنصق وقتك بشكل جيد وفي المقابل بدك تهتم بصحتك في الأول قلنا لك دير بالك من القلون الآن ما بنقول لك دير بالك من القلون بنقول لك دير بالك من الصداع ودير بالك من آلام الرقبة والعيون والجيوب يعني آلام الرأس برج الجوزاء بتنشغلوا في تنظيم أموركم البيتية والعائلية بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مساكنكم بتشعروا ببعض الحزن والتعب وبتبحث عن ملاذ آمن لا تنتقد أقرب الناس إلك ممكن تلمس توتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط والأمور الطارئة وطبيعة الحال لما نحكي إحنا إنه القمر موجود في البيت الرابع لإلك وبيت البيت في لأي برج دائما زاوية تربيع مع برجك فهذا الإشي بيضغطك بشكل سلبي بيسبب لك حدية بالطباع وبيسبب لك نوع من أنواع العصبية على مستوى البيت الرابع فعشان هيك بدكوا تنتبهوا زي ما حكيت لكم على مستوى البيت الرابع من ضغوطات أو مشاحنات أو يعني أشياء العلاقة في البيت أما بالنسبة للبيت الأول فتقريبا بنقدر نحكي إنه روتيني خلال هذا اليوم ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بتتعامل على طبيعتك بدون زيادة أو نقصان أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأجواء برضو ممكن تحصل بعض الفرص المالية خلال هذا اليوم أو نوع من الدعم أو رواتب أو أشياء من هذا القبيل ولكن المصاريف يعني فيه عندك صرف عالي جدا بدك تحاول أنك تركز على الأشياء المهمة أما بالنسبة للبيت الثالث تقريبا بتنشط بالأمور الاتصالات مواصلات تنقلات خلال هذا اليوم ممكن يصير فيه يعني أمور إليها علاقة بالسيارة بالتليفون أو الاهتمام في هاي المسائل ممكن علاقة ما بينك أو بين أخ مثلا تعاون على مسألة معينة أو نقاش موضوع معين يعني تقريبا الأجواء جيدة اللي عندهم امتحانات مدرسية بدهم يركزوا ويدرسوا بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس تقريبا الأجواء عاطفيا جيدة لغاية ساعات العصر بتدعمك بقوة بتعمل تقارب ما بينك وبين الحبيب وممكن لقاء أو يكون فيه شيء مميز خلال هذا اليوم ولكن بساعات ما بعد العصر ممكن يظهر بعض الحدية أو التحسس من مسألة معينة أو تعصب من مسألة معينة أما بالنسبة للبيت السادس فحاولوا تنجزوا الأعمال المهمة خلال هذا اليوم لأنه ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال أو ممكن يصير عندك بعض المشاكل في عملك بدك تكون حذر جدا وفي نفس اللحظة بدك تراقب وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد بيدعمك يعني ممكن يجيب لك نوع من أنواع المصالحة برضو نفس الشيء لساعات العصر أو تقارب ما بينك وبين الشريك وخصوصا ما بين الأزواج ولكن في ساعات العصر وما بعد ممكن تظهر بعض الخلافات أو سوء التفاهم ما بينك أما بالنسبة لبيتك الثامن على مستوى الأموال المشتركة تقريبا نقدر نحكي أنه جيد ممكن تحصل بعض الأمور المالية أو تهتم ببعض المسائل البنكية أو المصارف أو تأمين أو ضريبة أو أشياء من هذا القبيل أو أشياء لها علاقة بالميراث أما بالنسبة لبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة وتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالسفر أوراق سفر معاملات أو أشياء إلها علاقة بالدراسة أو اللغة أو أمور النقاشية زي الفلسفة والدين وأشياء من هذا القبيل أما بالنسبة لبيتك العاشر فهو جيد بيدعمك على مستوى بيت السمعة وممكن تنجز بعض الأعمال المهمة على مستوى اللي بيشتغلوا في الشركات الكبيرة وممكن يكون في تعاون ما بينكم بين زميل أو رئيسكم بالعمل بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف الأمور يعني فيها نوع من أنواع مش زي الأيام الماضية الحدية ولكن ممكن تنزعج من موضوع بتعلق بالأصدقاء أو المعارف أما بالنسبة لبيت المتاعب أما نقول لك إنجز العمال الضرورية ما تجهد حالك كثير وحاول أنك تراقب صحتك بشكل جيد خلال هاي الفترة برج السرطان كونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة في السفر أو التنقلات داخل المدن لا تدخلوا في نقاش حاد مع أخ أو جار ممكن يسجل لقاء مهم أو اتصال مفيد خلال هذا اليوم بتجري نوع من الأبحاث أو المفاوضات الناجحة خلال هذا اليوم قوم بزيارة أو بتقوم بزيارة أو بتلاحق عمل ملح وضروري خلال هاي الفترة أو يعني خلال اليوم أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء جيدة على المستوى النفسي مشحون بطاقة إيجابية وهي بتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين نفسك والمصالحة الذاتية وممكن تنجز كثير من المهام خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني يعني تقريبا موضوع المصريف في بعض الدفعات أو الالتزامات أو الاهتمامات المالية ولكن مع اقتراب ساعات الظهر والعصر ممكن يظهر نوع من أنواع الانفراج أو تحصيل مالي أو نوع من أنواع الدعم أو الهدية أو الهبة خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثالث فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع تقريبا أجواء البيت الروتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بتتعامل في البيت وإنجازات وأعماله على طبيعتك أما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد بيدعمك على المستوى العاطفي ممكن يصير في لقاء أو اتصال أو تقارب ما بينك وبين الحبيب خلال هذا اليوم واللي بده يعمل مصالحة يستغل هذا اليوم ممكن يكون في نوع من أنواع إيجابية أما بالنسبة للبيت السادس فشايفوا أنا تقريبا روتيني على مستوى العمل والصحة ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ولكن القلق والوسواس بسيطرة على الوضع أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى بيت الشراكة بيدعمك بقوة وممكن يكون في مصالحة أو يعني تواصل ما بينك وبين شريك المال أو شريك العاطفي زي الزوج أو الزوجي أما بالنسبة للبيت الثامن برضو شايف الأجواء جيدة فممكن اليوم يصير لك تعامل إما مع بنك أو مؤسسة حكومية أو أشياء لها علاقة بالمستردات المالية زي ضريبة أو تأمين أو أمور لها علاقة بالفوترة أو تحصيل دين أو أشياء من هذا القبيل أو أمور ميراث مثلا أما بالنسبة للبيت التاسع فرجعة الأجواء فيها نوع من أنواع الحدية والضغط بسبب شخص أو موضوع يتعلق بخارج البلاد إما تعطيل سفر أو تعامل مع شخص ما بستفزك خارج البلاد أو مراسلة مع شخصه بتتأخر يعني في بعض الأعطال اللي عندهم امتحانات جامعية بدهم يركزوا بشكل جيد ما يعتمدوا على الحظ نهائيا أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فتقريبا صار البيت جاهز جيد بيدعمك بقوة للتحالفات أو للتقارب أو للصداقات أو للقاءات أو للمعارف ما بينك وبين أصدقائك ممكن دعوة أو اجتماع مثلا أما بالنسبة لبيت المتاعب فما زال ضغط فعشان هيك بزيد الوساوس وبزيد الأفكار السودة وعشان هيك بتظلك قلق من مسائل معينة حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية انجز الأعمال الضرورية والمهمة راقب صحتك صحيح خصوصا القولون ضيق النفس التحسس أشياء من هذا القبيل يعني المنطقة الصدر والأمعاء هاي أهم نقاط تحذر منها ومنطقة المقابل الأمعاء اللي هي أسفل الظهر برج الأسد قففوا من النفقات قدر المستطاع ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة ممكن تناقش موضوع مالي ما تتسرع في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل ما تبذر أموالك كون عاقل ومتيقظ قبل التوقيع على العقود أحدد أهدافك أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور جيدة اليوم نفسيا أنت مشحون بطاقة عالية جدا ممكن أنك اليوم تنجز كثير من المهام بتكون حيوي عندك ثقة عالية جدا بالنفس مشحون بطاقة كبيرة أما بالنسبة للبيت الثاني فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثالث فتقريبا الأجواء جيدة على مستوى الاتصالات مواصلات تنقلات سيارات تلفونات كلها هاي أمور جيدة وممكن أن تتحقق إنجازات رائعة خلال هذا اليوم ولكن اللي عندهم امتحانات مدرسية أو مقابلات أو مناقشات يستعدوا بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع يعني تقريبا الأجواء على مستوى البيت اليوم برضو جيدة بتعمل تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة أو مصالحة أو لقاء أو ممكن أن يكون في تعاون ما بينك وبين أحد أفراد العائلة ممكن اهتمام ببعض الأعمال المنزلية أو الصيانة أو المشتريات أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء برضو يعني هي جيدة على المستوى العاطفي ولكن احذر من سوء التفاهم أو الإنعكاسات السلبية على إعلاقتك مع الحبيب ولكن ممكن يصير مصالحة ممكن لقاء ممكن مغازلة عاطفية ممكن بداية علاقة كلها يعني هو جيد ولكن نوعية الحدية من الزوايا بمحذرك منها أما بالنسبة للبيت السادس يعني على مستوى العمل والصحة فأنا شايف الأمور تقريبا لغاية ساعات الصباح جيدة الأمور بعدين بتصير الأمور روتينية على طبيعتك بتتعامل ولكن حاول أنك ما تهمل صحتك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة ممكن اليوم يعني يصير في بعض التقارب أو المغازلة أو اللقاء ما بين المتزوجين أو الشركاء ممكن مصالحة ممكن أشياء يعني تكون إيجابية تدعم علاقتكم أكثر أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء برضو جيدة على المستوى الأموال المشتركة فممكن اليوم الاهتمام إما بتحصيل بعض المبالغ أو الاهتمام ببعض المسائل المالية أو أمور إلها علاقة بالرواتب بالميراث بتركي وشغلة زي هيك أو استرداد بعض الأموال من مؤسسات حكومية تأمين ضريبة ولكن الأهم من هذا أنك تركز بشكل جيد عشان تحقق بعض المكاسب في منك رح يهتم بأمور إلها علاقة بالقروض خلال هذا اليوم برضو ممكن تدعمه بقوة أما بالنسبة للبيت التاسع فع مستوى الاتصالات البعيدة أنا شايف أنه في ضغط اليوم فممكن هذا يسبب لك حدية بالتعامل أو قلق من على أحد الأشخاص خارج البلاد أو أنك تذايق من مسألة معينة تعمل نفور ما بينك وبينه خبر يزعجك خلال هذا اليوم أو تكون قلقان منه اللي عنده امتحان أو مقابلة أو دراسة جامعية بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض نهائيا لأنه البيت التاسع سلبي وبرضو له علاقة بالأوراق القانونية والمعاملات القانونية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأمور جيدة على مستوى بيت السمعة بيدعمك بقوة وممكن يكون فيه تقارب ما بينك وبين زميل أو رئيس بالعمل أو نجاز بعض الأعمال أو تقدم على وظيفي خلال هذا اليوم برضو بيدعمك بشكل جيد أما بالنسبة لبيت الأصدقاء برضو ممتاز بيعمل نوع من أنواع التقارب أو المصالحة أو مثلا لقاء مع صديق وممكن برضو تهتم بالتحركات أو بالمشهورة أو ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة مناسبة لقاء أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة لبيت المتاعب فأقول لك دير بالك يعني ضاغط بشكل سلبي عشان هيك ما تغامر على مستوى صحتك بدك تراقب صحتك بشكل جيد وخصوصا منطقة الصدر والأمعة برضو بتعمل لك نوع من أنواع التوتر وبرضو الصداع إلو سلبية حاول برضو أنك تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالأعمال إنجز الأعمال الضرورية والمهمة وحاول أنك ما تأجل عملك يعني للفترة القادمة استغل الظروف كل ما كانت إيجابية كل ما كان أفضل لا إلك برج العدراء طبعا اليوم بتشعروا بثقة كبيرة بالنفس وقدرة على السيطرة على زمام الأمور بتكون مميز بأداءك فترة واعدة بخبر أو تسوية أو انطلاقة أو مرحلة جديدة بتطرح أفكار جديدة وممكن تجتهد في إنجاح مشروع جديد عندك نوع من أنواع الحماسة ووضوح في الأفكار أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء تقريبا مثل ما ذكرتها بالنسبة للبيت الثاني جيد على المستوى المالي وبتعطيك يعني ممكن تحصل بعض الأموال خلال هذا اليوم أو يجيك دعم مالي أو أمور إلها علاقة بالعمل الإضافي أما بالنسبة للبيت الثالث فبرضو جيد بيدعمك على مستوى الاتصالات والمواصلات والتنقلات وبرضو على مستوى النقاشات يعني عندك قدرة على الإقناع عالي جدا خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد على مستوى البيت وبعمل تقارب ما بينك بين أحد أفراد العائلة أو لقاء عائلي مثلا أو اهتمامات في أمور إلها علاقة بالبيت أو بالعقارات تصبيطات تصليحات ديكور مثلا مشتريات منزلية أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأمور تقريبا جيدة على المستوى العاطفي مدعوم أو ممكن هيتعزز ثقتك أو لقاءك بالحبيب خلال هذا اليوم وممكن اللقاء هذا يصفر عن نتائج إيجابية خصوصا إذا كان مصالحة أو مغازلة مش تروحوا بكرة تظلوا تعاكسوا في النسوان ديروا بالك يا شباب العذراء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء برضو جيدة ممكن تنجزوا بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن برضو إما فحص طبي أو إجراء طبي أو أشياء العلاقة بالمستشفيات أو بالمجالات الطبية أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف أنه الضغط الحاد اللي بظل مستمر لغاية ساعات الصباح ما بين الشركاء شركاء المال والعاطفة والأزواج والأزوجات يعني ممكن أنه شوي تتصلح الأمور في ساعات الصباح يعني يصير فيه نوع من أنواع الحلول أو المصالحة أو الاندماج ما بين الطرفين أو حتى لو جلست مكاشفي على موضوع معين بدهم يتصلحوا فيه ولكن في ساعات المغرب ممكن ترجع تحتد الأمور مرة ثانية بتكونوا تديروا بالك إذا تمت المصالحة كملوها ما تتراجعوش لورا أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء ضاغطة بسلبية على الأمور الأموال المشتركة وهاي مثل ما ذكرناها في الحلقة الماضية أنه بتحذر من التلاعب في أمور إلها علاقة بالفواتير أو الأمور الأرصدة أو أمور الأموال المشتركة أو أمور مخالفة القوانين بالشؤون المالية أو الأصول المالية أو أمور إلها علاقة بالأموال المؤتمن عليها بتكون ده تدير بالك بشكل كبير يعني المؤتمن عليها أو مؤمنها عند أشخاص ده تدير بالك بشكل كبير وما تكفل حد في الفترة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأمور تقريبا روتينية على مستوى اتصالاتك أو تعاملك الخارجي أو مع أشخاص خارج البلاد أو هاي كلها هاي تقريبا روتينية على طبيعتك تجريها أما بالنسبة للبيت العاشر بيدعمك بقوة على مستوى العلاقات والمعارف على مستوى العمل وبعمل نوع من أنواع التقارب أو إنجاز بعض الأعمال المهمة لخلال هذا اليوم أو أنه يعني تعاون ما بينك وبين زميل أو رئيس بالعمل في مسألة معينة أما بالنسبة لبيتك 11 فالبيت الأصدقاء صار يدعمك بشكل جيد فممكن هذا يعزز إما من لقاء أو تعاطف أو أشياء لها علاقة بالأصدقاء والمعارف ممكن حل بعض المسائل أو المشاورة على مسألة معينة أو اقتراح أو إشي من هذا القبيل أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا يعني منقدر نحكي ما بين جيدة وما بين ضاغطة يعني فيها مجالين فعشان هي كم نقول لك ركز على عمل معين ما تحمل أكثر من عمل مع بعض عشان تنجزه وفي نفس اللحظة ما تجهد حالك كثير وفي نفس اللحظة بدك تراقب غذائك وأكلك وطعامك وأشياء هاي برضو ما تأمن بشكل كامل وبدك تنتبه لصحتك وخصوصا بما أنه خصوصا معناته فيه نقاط ضعف موجودة عندك خلال هذا اليوم صحيا فعندك والإشي جهازك التنفسي عندك برضو مناطق الأمعاء وما يقابلها أسفل الظهر منتصف الظهر ومنطقة العنق هذا ولا بدك تدير بالك منهم يعني اللي بيعانوا منهم يعني يحاولوا يتواقوا أنه ما يصرش عندهم إصابات أو إذا عندهم نقطة ضعف في هاي النقاط يتواقوا أنه ما تتأزم الأمور عندهم وتحتاج إلى طبيب برج الميزان بيتطلب منكم بالانتباه بشكل جيد لصحتكم ممكن يسيطر عليكم التعب الشديد خلال هذا اليوم ممكن تفكر في إلغاء الموعيد أو الابتعاد عن الأضواء احمي نفسك من المحتالين تهدأ وطيرتك وبتتراجع الأرباح والحيوية فترة محبطة جدا ومخيب الأمال طبعا لأنه القمر موجود بالعذراء في بيت متاعبك وبما أنه بضغط عليك على بيت المتاعب يعني البيت الأول إجمالا يعني بكون شوي في نوع من أنواع الصعوبة فممكن أنه شوي تحس ببعض البلبلة صحيح هو بشحنك بطاقة إيجابية وبتلاقي نفسيتك مرتاحة شوي ولكن بما أنه القمر في بيت المتاعب عادة بسبب بعض الأشياء السلبية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي جيدة ممكن يجيك بعض الدعم المالي خلال هذا اليوم وممكن تحصل على راتب أو مصاريف زيادة تكون عندك بدك تحذر من التبذير أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا على طبيعتها روتينية بالنسبة للاتصالات والتنقلات والمواصلات والأمور أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة على مستوى البيت بتدعمك بقوة وممكن يصير فيه إشي يعني جيد على المستوى العائلي ممكن الاهتمامات البيتية أو العقارية الروتينية كترتبات ومشتريات وأشياء إيجابية وممكن جمعة برضو أو لقاء أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي جيد جدا وبيدعمك بقوة وبالعكس يعني أنت عندك طاقة للحب عالية جدا خلال هذا اليوم ممكن يكون فيه مصالحة أو لقاء عاطفي أو تعامل مع أحد الأحبة أو الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها ضاغطة فعشان هيك منقول لك دير بالك على صحتك وإنجز الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ما تخلي الأعمال تتراكم عندك وفي نفس اللحظة يعني بدنا نرجع نأكد على موضوع الصحة ما تهمل بصحتك أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى بيت الشراكة وبيدعمك بقوة وبيعمل تقارب ما بينك وبين الشريك أو مصالحة أو لقاء أو شيء إيجابي بدعم من العلاقة ما بينك وبين الشريك خصوصا الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فتقريبا روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بالنسبة للبيت التاسع جيد وبيدعمك بقوة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بامتحانات جامعية أو نقاشات أو مقابلة أو أشياء من هذا القبيل برضو بيدعمك بقوة أما بالنسبة لبيتك العاشر برضو في طاقة كبيرة بتدعمك بشكل جيد على مستوى بيت السمعة أو دفاعك عن سمعتك أو برضو لا أمور إلها علاقة بالعمل بالمؤسسات الكبيرة زي مقابلة أو عمل أو أشياء من هذا القبيل برضو إيجابية وممكن يصير تعامل ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء ممكن يكون في لقاء بينك وبين بعض الأصدقاء أو المعارف خلال هذا اليوم وممكن يكون في مشورة اتصالات لقاءات أشياء من هذا القبيل أو دعوة لحضور حفلي أو مناسبة أو يكون عندك أنت مناسبة ويجتمع الجميع عندك أما بالنسبة لبيت المتاعب فكما ذكرنا في بداية التوقعات برج العقرب بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا لأصدقاء منكم ممكن يشارك في حفلة أو مناسبة سعيدة أهم إيش أنك ما تبقى وحيد سارع للمشاركة والعب دور بناء مع محيطك ومجتمعك بتتمتع بحضور لافت وشعبية واسعة الرؤية واضحة ما بجوز تجنب أخذ القرارات أهم إيش أنك تحاول تنجز الأعمال الضرورية والمهمة خلال اليومين هذول اللي هو قبل ما يوصل القمر لبيت متاعبك أما بالنسبة لبيت الأول بالنسبة لك اليوم روتيني على المستوى النفسي ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ولكن أنت بتقدر تشحن حالك بطاقة إيجابية الأجواء مناسبة أما بالنسبة لبيتك الثاني برضو بعزز بعض النقاط المالية ولكن تكثر فيه المصاريف والدفعات خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثالث فجيد على مستوى التنقلات والاتصالات وممكن اليوم يصير فيه اهتمام في مناقش معينة أو في حركة تكون عندك رغبة بالحركة أو تعامل مع أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف فيه نوع من أنواع الضغط أو التوتر على مستوى البيت إما انشغال في بعض المسائل أو ترتيبات أو أعمال أو نوع من أنواع الخلاف أو النقاش أما بالنسبة للأعمال فممكن تنجز كثير من الأعمال المهم خلال هذا اليوم بيتية أو عقارية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأمور العاطفية برضو شوي متقلبة قلق عاطفي عندك أو تحسس من مسألة معينة بتتعلق في الحبيب بتسبب لك ردات فعل سلبية أو خلاف ما بينكم أما بالنسبة للبيت السادس فتقريبا الأجواء روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى العمل والصحة أما بالنسبة للبيت السابع تقريبا الأجواء بالضر روتينية ولكن في ساعات العصر ممكن يصير فيه خلاف أو حدية أو نقاش حاد ما بينك وبين الشريك يعني ما بين الأزواج بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الأموال المشتركة ممكن يكون لك بعض الاهتمامات وممكن تسمع خبر يزعجك إلو علاقة بالمال خلال هذا اليوم أو أمور إلها علاقة بالمصاريف أو الدفعات أما بالنسبة للبيت التاسع فعندك كثير من الاتصالات الخارجية أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق أو معاملات إلها علاقة بالسفر أو أشياء إلها علاقة بالتواصل مع أشخاص مهمين أو شركات أو أمور إلها علاقة بالتجارة أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد بيدعمك على مستوى بيت السمعة وبرضو بيعزز علاقتك مع رؤساك وزملائك بالعمل وبيعمل تقارب ما بينك وبينهم أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو جيد جدا وممكن أنه اليوم يصير فيه لقاء أو حفلة أو مناسبة أو اجتماع أو تقارب ما بينك وبين بعض الأصدقاء أو اتصالات أو ممكن مشهورة أو يعني أحد الأصدقاء يطلب منك مساعدة فأنت تلبي له النداء أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأمور تقريبا فيها نوع من أنواع الضغط فعشانيك منقولك إنجز الأعمال الضرورية والمهمة حاول أنك تراقب صحتك بشكل جيد ما تجهد حالك كثير وفي نفس اللحظة يعني ممكن تهتم بصحة أحد الأحبة برج القوس بوسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل يوم مناسب لمن يبحث عن عمل ما تجهد بسمعتك أو حتى باستقرار وظيفتك اتجنب المصاريف التصرف الارتجالي ركز بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لآخر نظم أعمالك عشان تنجزها بالكامل أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء تقريبا روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على المستوى النفسي بتتعامل على طبيعتك بالنسبة للبيت الثاني تقريبا الأمور جيدة ممكن تحصل بعض الأمور المالية خلال هذا اليوم أو يجيك دعم أو هباء أو عمل إضافي تحصل منه أموال خلال هذا اليوم يعني الأجواء المالية تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية أما بالنسبة للبيت الثالث برضو في دعم على مستوى الاتصالات، تنقلات التواصل، النقاشات القدرة على الإقناع الترويج، التسويق كلها هاي الأمور جيدة حتى على مستوى الامتحانات المدرسية برضو جيدة أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت في نوع من أنواع الضغوطات أو أشياء بتسبب لك قلق أو ممكن بعض الأعطال أو النقاشات أو الاهتمامات المنزلية تظهر بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت الخامس فشايف على المستوى العاطفي ضعيف الضغط فعشان يك بسبب لك نوع من أنواع التوتر العاطفي أو القلق أو يعني بعض الأشياء العاطفية اللي ممكن أن يكون فيها سوء تفاهم أما بالنسبة للبيت السادس فتقريبا متقلب على دا اليوم فعشان يك بنقول لك حاول لنك تنجز الأعمال بشكل جيد ما تراكم الأعمال وبرضو في المقابل دا تهتم بأمور صحية أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد برضو ممكن يصير فيه نوع من المصالحة أو التقارب ما بينك وبين الشريك خلال هذا اليوم ولكن في المقابل ممكن أنه يعني يصير فيه نوع من أنواع العتاب في ساعات المساء أو مسألة الطراء هيك يكون فيه نوع من أنواع الحدية اللي هي من العصر للمساء قصدي فممكن يصير حدية أو سوء تفاهم ما بينك أما بالنسبة للبيت الثامن فهو ضاغط فعشان هيك بتكثر المصاريف أو الدفعات خلال هذا اليوم أو الاهتمام ببعض المسائل المالية اللي بتكون معقدة شوي أو بترهقك المطالبات أو الفواتير أو بعض الأمور المشتريات اللي ما بتقدر تجيبها أما بالنسبة للبيت التاسع فشايف على مستوى الاتصالات البعيدة يعني فيه نوع من أنواع الضغط عصبي بالمزاج فعشان هيك على الشوارع المفتوحة بدك تنتبه بشكل جيد ممكن يتعطل بريد لإلك أو مراسلة أو ممكن يجيك خبر من برة من خارج البلاد يعني يستفزك أو يسبب لك نوع من أنواع ردات الفعل السلبية أما بالنسبة للبيت العاشر فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 11 جيد على مستوى بيت الأصدقاء فممكن يكون فيه تقارب أو حل بعض المسائل خلال هذا اليوم أو ممكن يعني أشياء إيجابية تصير على مستوى لقاء مع صديق أو صديق يعاونك في مسألة معينة أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو ضاغط فعشان هيك منقول لك إنجز العمال الضرورية والمهمة وحاول أنك تهتم بصحتك بشكل جيد برج الجدي بتنشط في أمور إلها علاقة بالسفر أو التنقلات أو الاتصالات كونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء القيادة السيارة بين المدن اندفعك وحماسك رح يترك أجمل الانطباعات عنك خلال هذا اليوم بسبب حيويتك الفائضة بتطمئن خواطرك وبتختفي هواجسك فترة إيجابية جدا فما تضيعها عليك أما بالنسبة لبيت الأول فهو جيد على المستوى النفسي يعني بيدعمك على مستوى بيتك الشخصية ممكن تحقق بعض الإنجازات الجيدة وممكن يصير فيه تقارب ما بينك وبين بعض الأشخاص وممكن اليوم حتى أنك تنجز أعمال كثيرة أما بالنسبة لبيت الثاني بيدعمك بقوة برضو على المستوى المالي بتحقق بعض الإنجازات المالية اللي بتجيك من عمل إضافي أو من عمل مثلا معين أو ممكن بعض المستردات المالية أو هبات مساعدات هدايا أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة لبيت الثالث فكمل البيت التاسع يعني زي ما حذرنا أنه بدك تكون واعي على الطرقات خاصة أثناء القيادة السيارة ممكن يصير بعض الأعطاء لإلها علاقة بالتليفون أو بالسيارة خلال هذا اليوم مزاجك شوي عصبي في حدية في نقاشاتك أو في طباعك بتسيطر عليك الحدية بشكل واضح بدك تشحن حالك بطاقة إيجابية إذا عندك مقابلة أو امتحان مدرسي بدك اليوم تستعد بشكل جيد وما تتسرع في الإجابات أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت تقريبا الأجواء روتينية اليوم ما فيه لا إيجابي ولا سلبية تقريبا وطأة الحدية بتهدى اليوم شوي بتدعمك بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي فأنا شايف تقلب عاطفي موجود عندك وهذا بسبب نوع من أنواع الإرباك في العلاقة العاطفية ممكن يعني مشادة كلامية أو مواجهة ما بينك وبين الحبيب بتسبب سوء تفاهم أو نوع من أنواع النفور أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء روتينية على مستوى العمل بتنجز أعمالك بشكل جيد بما أنها روتينية لأنه أنت مشعوم بطاقة بتقدر تنجز بعض الأعمال وبالنسبة للصحة مستقرة أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراك المالي والعاطفية ممكن يعني يصير في خلاف ما بينك وبين الشريك أو تحتد من مسألة معينة أو تستاء من تصرف الشريك يعني شوي هيك يكون بضغطك خلال هذا اليوم خصوصا ما بين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فهو بضغط على المستوى الأموال المشتركة إما بالدفعات أو فوتير أو التزامات أو أشياء لها علاقة ببعض الأشياء اللي لها علاقة بالبنوك بالمصارف بالضريبة بالتأمين يعني ممكن بعض المعلومات تضغطك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت التاسع فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت العاشر تقريبا الأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة وبتدعمك بقوة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ممكن يكون لك تعامل مع شركة أو مؤسسة كبيرة أو مع زملائك ورؤساك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فتقريبا الأجواء جيدة بتدعم علاقاتك وأصدقائك ومعارفك وممكن تستغلهم في إنجاز بعض المهام أو بعض الأمور اللي كانت صعبة وممكن يكون في تقارب ما بينك وبين بعض الأصدقاء أو لقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فما زال ضاغط شوي عليك فعشان يكما نقول لك دير بالك إنجز الأعمال الضرورية والمهمة ما تشتت حالك في الأعمال كثير ركز شوي شوي على الأعمال الأولى يعني الأولى في الأولى وبعدين يعني منرجع هيك ما بين بيت المتاعب والسادس معناته بدك تدير بالك من بعض الأمور الصحية أو الإرهاق أو التعاب خلال هذا اليوم برج الدلو اتفحصوا حساب مالي مشترك وخففوا من النفقات صحتكم أو صحت قريب لكم بحاجة للرعاية كون مرن ما تتنازل عن حقك شرط الامتناع عن فرض الرأي أو التسلط به ابحث عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف ما تهمل ملف ولا قضية خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء جيدة خلال هذا اليوم نفسيا أنت مرتاح أكثر في حيوية مدعوم بطاقة عالية جدا عشان تقدر أنك أنت تمشي اليوم بقوة أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي برضو في ضغط فعشان هيك ممكن تتعطل بعض المسائل المالية أو ممكن أنه يعني أمور إلها علاقة بالمصاريف أو الدفعات أو الالتزامات لزيادة أما بالنسبة للبيت الثالث فهو روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى الاتصالات والتنقلات والحوارات والنقاشات على طبيعتك بتأديها أما بالنسبة للبيت الرابع تقريبا الأجواء هدت شوي على مستوى البيت فبرضو الأمور البيتية روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على طبيعتك يعني بتنجز أعمالك ومهمك البيتية بشكل جيد ولكن في ساعات العصر بدك تحضر من خلاف أو عطل معين ممكن أنه يسبب لك نوع من أنواع الإرباك أما بالنسبة للبيت الخامس فما زالت الأمور ضاغطة على المستوى العاطفي بتسبب لك يعني ردات فعل سلبية أو قلق على الحبيب أو يعني مسألة محيريتك إلها علاقة بالحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا بنقدر نحكي أنه يعني بتقدر تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة بشكل روتيني وفي منك راح يهتم بأمور صحية خفيفة أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى بيت الشراكي لغاية ساعات الصباح بعد ساعة الصباح ممكن تحتد وتعصب أو يظهر خلاف ما بين الشركاء اللي هم ما بين شركاء المال أو ما بين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت التاسع جيد بدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد ولكن في ساعات المغرب أو ما قبل غروب الشمس ممكن تحتد أو تعصب من مسألة معينة أو يجي خبر من خارج البلاد يعني شوي يكون قاسي أو يستفزك أو تعصب من خلاله أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة على مستوى اللي بيشتغلوا في الشركات أو المؤسسات الكبيرة فممكن ينجزوا بعض الأعمال الضرورية والمهمة اللي لها علاقة في يعني في أعمال كانت صعبة أنها تنجز بالفترة الماضية وممكن يكون في تعاون ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو جيد وهذا بدعم على العلاقات واللقاءات والمعارف وممكن يكون في مناسبة أو اجتماع أو لقاء يدعمك بقوة أو يعمل تقارب ما بينك وبين بعض الأصدقاء خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيت المتاعب فشايف الأجواء ما زالت فيها نوع من أنواع الضغط فعشان يكن يقول لك دير بالك إنجز الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ما تراكم الأعمال عندك اهتم بشؤونك الصحية بشكل جيد راقب غذائك وراحتك برضو بشكل جيد برج الحوت تتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاء سواء في العمل أو في العاطفي يعني ما بين الأزواج كونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم نسق بين مختلف الواجبات حافظ على هدوءك الكامل هاي الفترة يعني فيها نوع من أنواع الضغط بصير لأنه القمر بكون مقابلك مباشرة فعشان هيك بتكون طاقتك ضعيفة فبدك تراقب برضو وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت الأول فبما أنه القمر موجود في السابع يعني بيتك السابع فاعرف أنه البيت الأول دائما بكون يعني طاقته ضعيفة فنفسيا بتكون مشحون بطاقة سلبية عندك يعني نوع من أنواع التقلب في المزاج حدية هيكة ما للي من الروتين ما عندك رغبة لإنجاز بعض الأمور خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فعلى المستوى المالي يعني نشايف المصاريف أكثر من المردود يعني ممكن يجيك ماشي فلوس ولكن عندك التزامات وهي بتمشيها على حسب روتينك أو على حسب طبيعتك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا أخف من الأيام الماضية فممكن يعني يكون عندك بعض الاتصالات اليوم اللي منها مهم ولكن إذا كان عندك نقاء مناقشة مثلا أو امتحان تستعد بشكل جيد في منك رح يكون له تعامل ما بينه وبين أخ أو جار خلال هذا اليوم بالنسبة للبيت الرابع ضاغط على مستوى البيت ما زالت الأمور فيها نوع من أنواع الضغط بتسبب لك يعني مشاكل بيتية أو بعض الأمور البيتية المربكة أو بعض الأخبار البيتية أو العائلية شوي بتسبب لك بعض القلق أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي يعني شوي الأجواء ما زالت فيها نوع من أنواع عدم الاتفاق أو الوسوسة أو الشك في الحبيب يعني هاي شوي بتسبب لك نوع من أنواع اللي بربك وفي منكو ممكن سوء تفاهم ما بينه وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال خلال هذا اليوم ما تقدر تنجز كل شيء فعشان هيك نصق أعمالك بشكل جيد رتبها بشكل جيد وبنفس اللحظة بدك تهتم بشؤونك الصحية بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السابع فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثامن يعني ممكن تظهر بعض الأمور المربكة المالية اللي لها علاقة بفواتير أو متطلبات مالية أو مصاريف أو دفعات أو الاهتمام بقضايا من هذا النوع أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا على مستوى الاتصالات والامتحانات والجامعية أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد فعلى طبيعتكم ما رح يكون فيها لا زيادة ولا نقصان على حسب طبيعتكم بشكل روتيني رح تأدوها أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى بيت السمعة بتدعمك في قوة وممكن إنجاز بعض الأمور لخلال هذا اليوم من أعمال صعبة بالتعاون مع زميل أو مع رئيسك بالعمل وممكن برضو أمور إلها علاقة بالمقابلات أو بالشركات الكبيرة أما بالنسبة للبيت الأصدقاء برضو جيد بيدعمك بقوة فممكن يصير تواصل ما بينك وبين صديق أو حل مشكلة معينة أو ممكن إنه يصير في تعاون يعني بشكل جيد ما بينك وبين بعض المعارف كاستشارة أو مساعدة أو دعم في مسألة معينة فالأمور جيدة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالضغط قليل فعشان هيك نقول لك يعني إنجز الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم لأنه البيت السادس ضغط أراقب وضعك الصحي بشكل جيد حاول إنك تبعد عن الوسواس ما تهمل صحتك نهائيا وبنفس اللحظة ممكن تحمل لك قلق على أحد الأحبة أو على شخص أنت بتعرفه ويعني تهتم بأمره كثير هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر